اشتركوا في القناة تسهلات غير مباشرة يقصد بالتسهلات المباشرة انه ان البنك يقوم بدفع اموال نقدا لعملائه في سورة قروض وسلف او خصم كمبيالات اما الكفالات الغير مباشرة فيقصد بها ان البنك يقوم بكفالة العملاء كفالة العملاء وفي حال وقوع الضرر فان البنك يصدر الى القيام بالسداد نيابة عن العملاء بقيمة الضرر الواقع على الجهة الاخرى المكفولة طبعا هنا البنك يقدم كفالات انواع التسهلات تسهلات مباشرة وتسهلات غير مباشرة وتكلمنا عنها فعلى سبيل المثال لو قلنا ان الوزارة طلبت توريد السلع وخدمات طبعا توريد السلع وخدمات فهي تطلب من المورد ان يضمنه احد الوسطاء الماليين طبعا البنك كبسيط مالي كجهة اهتبارية محترمة على الالتزام بالتوريد وفق الشروط المتفق عليها مع العميد حيث يصدر البنك رسالة موجهة الى الجهة المستفيدة عسب نساء الوزارة يقول فيها نحن بانك فلسطين نضمن السيد الفلاني على ان يقوم بتنفيذ العمل المتفق عليه حسب الوصول والمواصفات المعلنة ووفق جدول المواصفات ونتعهد بالدفع عند المطالبة لكم دون ادنى شرط ودون اي اعتراض هنا في هذه الحالة فان تحدث انك فيما يحقق المصدقية للمستفيد او للوزارة انه خلص طالما انك كفيل للعميل فسوف والكفيل هنا البنك فهذا الدليل على مصدقية العمل طب الكفالة اذا هي شخص ما يكفل شخص اخر للقيام بعملين ما طب ما هي اطراف خطواب الضمان او الكفالة طبعا هنا عندي البنك مصدر الكفالة وهو ضامن للعميل والعميل هو المكفول من قبل البنك والمستفيد هي هو الجهة الموجه اليها رسالة رسالة الكفالة او الضمان طبعا هنا من المنطق عندما عندما العميل يتعامل مع البنك بان يكون له حساب دائم حساب جاري طبيعي الحال ان يكون له حساب جاري ولا يشترط ان يكون للمستفيد يعني الوزارة الى حساب جاري داخل البنك طيب ما سيستفيد البنك طبعا هنا البنك يستفيد العمولة المحصلة من قبل العميل مقابل انه يتحمل مخاطر عدم الالتزام بتنفيذ ما هو متفق عليه طيب هل انه الكفالة انه العمولة تكفي لكي يقوم البنك بضمان العميل طبعا لا يكفي طب ما ايش الحال فهنا في الحالة هذه فان العميل فان البنك فان البنك يطلب من العميل ان يكون ان يقوم باعطائه غطاء نقديا او رهن في صورة تأمين نقدي لو حصل اي خلاف وطلبت الوزارة او الجهة المستفيدة من البنك بتعويضها او تسييل قيمة الكفالة ايش تسييل قيمة الكفالة اي تحويل قيمة الكفالة الى الى نقضية الى سيولة نقضية لكي يحمي نفسه البنك فانه يغطي نفسه بغطاء نقدي طبعا اموال يحتجزها البنك من حساب جاري العميل لكي يدفع يدفع قيمة الضمان للمستفيد طبعا هنا طبعا مش هيكون عندي او انه رسبة الغطاء النقدي يا شباب يتحدد حسب سمعة العميل احيانا باخد من العميل غطاء نقدي عشر في المية طبعا اذا كان عميل قوي سمعته قوية واسمه يعني مش اي عمل معاملة هيأثر عليه لكن ممكن العملاء تانين سمعته المالية مش نافعة او راس ماله ضعيف فانه ساعته بطلب منه كفالة تصل الى مية في المية طبعا هنا حسب اذا هنا حسب سمعة العميل وحسب الملاء المالية للعميل تحدد نسبة الكفالة انواع الكفالات في عند انواع الكفالات عدة انواع انواع كثيرة هناخد منها نوعين كفالة ابتدائية وهي الكفالة التي يطلبها تطلبها يطلبها المستويد او يطلبها تطلبها الوزارة عندها للدخول في العطاء او المناقصة لاجل اذا رسى اذا رست المناقصة على العميل فانه يلتزم باستكمال التنفيذ المشروع ولا يتهرب عند التنفيذ طيب كم نسبة الغطاء هنا طبعا الغطاء النقدي او التميين النقدي يكون 1% من قيمة العقد طبعا هذا 1% طبعا هنا يتم الغاء الكفالة في بعض الحالات اذا لم ترجى اذا لم يرسوا المناقصة على المقاول او العميل ساعدها طبعا هنا بكل اريحية تنتهي الخطاء الرسالة او تنتهي الكفالة تنتهي اذا رسى علي العضاء فانه يطلب منه احضار كفالة نهائية طبعا الكفالة هذه ابتدائية زي ما حكي زي ما هي مكتوب ابتدائية تنتهي بتهى الغرض منها وهي الغرض في دخول في المناقصة والاتزام بالتنفيذ طبعا اذا هنا بدي نفذ معناته مطلوب منه كفالة جديدة تسمى كفالة نهائية والتي يتم طلبها من العميل من طلبها التي تطلبها الوزارة من العميل عند بدء التنفيذ طبعا هنا قلنا الكفالة بتدائية واحد في المية من قيمة العقد هنا هتكون اقل شيء عشر في المية من قيمة العقد بما يحمي البنك نفسه هو من مخاطئ اصدار الكفالة الغطاء النقضي هو مبلغ من المال يحصل عليه البنك من العميل كنسبة من قيمة الخطاب محتجز من حساب جاري العميل طبعا هنا شباب العميل اوله حساب جاري طبعا الحساب جاري هنا هذا الحساب يا شباب مسموح للعميل انه يسحب منه وقت ما شاء وعلشان انا احجز امنع العميل من سحب من هذا المبلغ حفت حساب جديد اسمه حساب تأمينات نقضية باسم العميل واوضع فيه رصيد حساب رصيد او قيمة التأمين فيه حساب اسمه حساب تأمينات نقضية ليش شباب لان حساب الجاري زي ما قلنا انه حساب جاري مفتوح للعميل يسحب منه ويوضع واتما يشع بينما حساب التأمين هنا احجز حساب مغلق ليس للتعامل مع العميل يعني العميل لا يستطيع اخذ او اعطاء دفع او سحب من حساب تأمينات النقضية اذا العميل ليس بسحب من حساب الجاري لما انا اعمل حساب تأمينات نقضية فهي اعتبر مبلق محتجز من حساب الجاري للعميل للمانع العميل من السحب من رصيد حسابه الجاري طيب وفي حالة انتهاء مدد الخطاب طبعا هنا اذا انتهت مدد الخطاب وما فيش اي اشكاليات من طبيعي ان القيمة التأمين سيترجع لمين للعميل نفسي لكن اذا كان هناك العميل يعني صار فيه اخلال بالشروط المتفق عليها وتسبب ذلك فيه وقوع اضرار على الوزارة او المستفيد فانه يطلب من الوزارة تطلب من البنك ان يقوم بتسييل الكفالة اي تحويل قيمة الكفالة الى سيولة نقضية لصالح مين الوزارة تسح منها كما تشاء بناء على التزام البنك تجاه المستفيد واذا تطلب هذا طبعا هنا اذا هنا تكمن المخاطرة المخاطرة وانه تكمن اذا طلب المستفيد من البنك ان يقوم بتسييل الكفالة لذلك يتم تحديد هنا في هذه الحالة يتم تحديد قيمة الغطاء النقضي او يتوقف تحديد قيمة الغطاء النقضي حسب سمعة العميل او بناء على تصنيف العميل وعلى سمعته وهذا يحددها لجنة مختصة مشكلة من قبل البنك اللجنة 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 يحدد اعضائها حسب ثقف الضمانات الممنوحة يعني مشي طبعا هنا تحدد حسب ثقف الضمانات الممنوحة الممنوحة طبعا انا مثلا مسموح للجنة هادها ضمانات لعد مثلا مليون دولار اذا زاد القيمة عن مليون دولار فانما طب هات نشوف بس اول ايش اللجنة مكونة من مدير الثمان مديق اسم الكفلات ومديق اسم التدقيق اموزها طب اذا كان زاد المبلغ معناتو حنروح على رئاسة مجلس ادارة البنك او الادارة العامة للبنك هو اليحد قرار في نسبة الغطاء النقضي والخطاب الممنوح ثانيا حتى انه مسلا مسموح للبنك بقبل البنك المركزي بيسمح للبنك بانه يمنع خطابات ضمان لحدود مثلا 2 مليون دولار طب اكتر من 2 مليون دولار بانه البنك المركز يمنع البنك بيعطاء خطابات ضمان طبعا هنا خوفا على اموال واصول المنشأ طب هنا خطابات هنا كفاءة حسن التنفيذ طبعا هنا شباب بعد الكفاءة النهائية وبعد تسليم المشروع طبعا هنا الوزارة او المستفيد يخاف انه هناك عيوب غير عيوب مخفية فانه خوفا على بعض الاشياء الغير الظاهرة في المقاولة فانه يطلب تطلب الوزارة او المستفيد الكفالة من البنك تكفل حسن التنفيذ طبعا قيبة الكفالة هنا البنك عشهادت يعطيني كفالة حسن التنفيذ سيعمل خطاء نقضي تمثل 50% من قيمة الكفالة وفي خطاء ضمان ان تفع المقدمة طبعا هنا احيانا المقاول يبدأ في مشروعه طبعا المشروع قد يكون بكلف 2 مليون دولار 5 مليون دولار 10 مليون دولار طبعا المشروع ليست من مقدرة المقاول انه يقوم بدفع الاموال هادي وبعدين يطالب الوزارة ب ما تم دفعه فأحيانا هيكد اللي حسن للتنفيذ قد يقوم الوزارة بإعطاء المقاول جزء من المبلغ وتقول له تحكيله اشتغل لكن بشرط تعطيني كفالة او خطاب ضمان بالدفع المقدمة انه انت بعد ما تنفذ وتقدم مستخلصاتك 100% نجي تحاسب انكم من ديتك كويس وكم ضيل لك اذا انتهى خطاب الضمان خطاب ضمان الدفع المقدمة طبعا انتهي الغرض من خطاب هذا وتنتهي طيب هنا نجي للجائب العملي في موضوع القيود المحسبية قبل اصداء خطاب الضمان توجب على العميل تقديم غطاء نقضي قبل ما انا اعطيه خطاب سلم لك رسالة او كتاب الخطاب الضمان لازم تعطيني ايش غطاء نقضي حتى انا اضمن طبعا هنا العميل هاي قدم قيمة غطاء النقض او التامين طبعا يتم يتسحب المبلغ من حساب جاري العميل مع يتم ساحب كمان العمول البنك والمصاريف تحت البنك بعد هيكد هيقوم البنك باصدار خطاب الضمان وهيثبت خطاب الضمان في قيد محاسبي قيد نظام محاسبي لتحقيق الرقابة سيكون كالتالي من حساب تعهد البنك مقابل خطاب الضمان الى حساب تعهد العملاء مقابل خطاب الضمان احتمالات خطاب الضمان انا بعد هنا يا شباب القيادين هدول قيادين أساسي أولي يعني قيدين أساسيين في مضوع خطاب الضمان بعد هيكد بعد هيكد بيجي احتمالات خطاب الضمان يأما بجدد خطاب الضمان بجدد او يتم تسيله او تحويله للنقضية للصالح المستفيد او انهاء خطاب الضمان تعال نشوف كيف قد انتهي المدة والعميل لم ينتهي من عمله فيطلب فيطلب الوزارة او الجهة المستفيدة من العميل من العميل يعميل جدد الى الخطاب الضمان جدد المدة تاعته او مدد المدة فينا سيقوم العميل التوجه الى البنك ويطلب من البنك تمديد المهلة طبعا هنا في الحالة هادة مش هنقوم نلغي خطاب ونجد نعمل خطاب جديد لا مش آسف ونعمل قديد جديد لا سيقوم التجديد من خلال استلام الخطاب القديم و واصدار خطاب ضمان جديد بتاريخ جديد في المقابل انه البنك سيأخذ من العميل بس عمولة بالمدة المجددة قيمة العمولة سيقوم قيمة الخطاب ضرب نسبة العمولة ضرب مدة التنفيذ لو اربع شهور هنقول اربع على اطناعش خمسة خمسة على اطناعش حسب الحالة التانية انه تسيل قيمة الضمان هنا صار اشكلية بين المستفيد والعميل وطالبات الوزارة او المستفيد من البنك يا بنك سيل قيمة خطاب الضمان اي تحويل مبلغ الى نقضية ساعتها البنك لا مضطر طرارا ان يقوم بتسيل تسيل الكفالة لصالح المستفيد وحيقول فيها من الحساب المستفيد الى حساب الخزينة وبعد بعد ما سيل اصبح ليست خطاب الضمان اي اهمية فيهتم ارغاء خطاب الضمان طبعا كيف انا هتم تسيل طبعا هنا مش هطالب العميل بكامل المبلغ لكن هطالب هروح يسوي انا في عندي تأمين هاخد هاخد التأمين اذا كان هيكف مكفاشي هتوجه الى العميل واروح الى حساب العميل حساب الجار العميل واخد منه قيمة القيمة المتبقية من تسيل خطاب الضمان واضع المبلغ في حساب المستفيد طبعا هنا ملاحظين انه اول من العميل طلب على طول انا هايش عمل هقوم بفتح حساب اعطاء المستفيد قيمة الخطاب وبعدين بعد ما اعطي المستفيد قيمة الخطاب نغدا هاروح اطالب العميل بانه عميل تعال هاتلي قيمة الاموات اللي انا اعطيتها للمستفيد طبعا كيف احدي والله انا في العميل الى عندي حساب اسمه حساب التعملات نغضية هاخد من الحساب التعملات نغضية الموجود في الرصيد وحروح على حساب الجاري اشوف ايش فيه مصاري اذا كان فيه ايش بكفي فانا هاخد من حساب رصيد حسابه القيمة المستحقة وحطه في حساب الى حساب المستفيد طب في حالة انه عميل رصيده مش هكون بكفي ساعدتها ان حطر اعمل بسميه هنا حيكون حسابه مكشوف يعني حساب جاري لعميل دائن حصير مدين بسميه هنا حساب مكشوف سحب على المكشوف وثم الغال قيد النظامي الخيار الخير وهو انهاء خطاب الضمان بين تالي المدة وطبعا هنا ورد كتابه الرسمي من المستفيد حيرجع ثاني الى البنك والمبلغ اللي تم دفع العميل حيرجع الى العميل ثم الغال قيد النظامي تعالوا نشوف التمارين الخاصة بالفصل اول شي بقولي خمسين الف كفاءة اصدار كفاءة اصدارها البنك بنانا على طلب العميل احمد لمدة تشهور بمعدل عمولة واحد في المية وتأمينات اربعين في المية اول شي حسبت قيمة التأمينات حقصه بقيمة التأمينات والعمولة من حساب جاري العميل احمد وبعدين اصدر اصدر ايش الخطاب الضمان اول شي هنقول من حساب تعودات البنك مقابل الكفالات الى حساب تعودات العملاء مقابل الكفالات وبعدين اصحب مفوضة في الاول اصحب قيمة التأمين من حساب جاري العميل هنقول من حساب تجارية الى حساب التأمينات النقضية والعمولة التأمينات نقضية هنا بحكيلي 40% لو قول انا 40% ضرب خمسين الف معناته هنا هكون عندي التأمين عشرين الف زائد العمولة 250 الف المبلغين هنسحبوا من حساب جاري العميل 60 الف كفالة السبقة السبقة اصدارها ايش يعني اخذنا عملنا قيدين قيد سحبنا حجزنا مبلغ التأمين من حساب العميل والقيد الثاني قيد إثبات خطاب قيد إثبات قيد نظام لخطاب الضمان طبعا نعمله في السابق بشان نعمله كمان مرة بس حين و سبق طبعا هنا 60 الف كفالة سبق اصدارها بلان طلب العميل انتهت المدة والغيت بعد ان نفذ العميل مستحقاته معناة الكلام هذا انه طبعا طبعا انتهت العميل سيسترد التأمين اللي دفعه والبنك سيسترد خطاب الضمان اللي اصدره معناة اول شي هلغي خطاب الضمان هيقوم البنك برد قيمة التأمين كان دائما صار مدين هنا ونحط المبلغ في حساب جاري العميل طبعا كان قيمة التأمين اللي كنا سحبناه في السابق طبعا قال لي 20% من 60 الف إذا 60 الف ضرب 20% إذا قيمة التأمين 12 الف سيتم ردهم للعميل ثم الغاء القيد نظامي بالسبب تأحدث العملاء بقابل الكفالات إلا حسب تأحدث البنك بقابل الكفالات ثلاثة 70 الف كفالات دفعها البنك تأميناتها 50% يوجد حساب جاري العميل هنا كفالة دفعها البنك لمين هنا السؤال مش واضح 100% ولكن 70 الف كفالات دفعها البنك تفالات دفعها طالما دفعها يعاني معناته أن البنك قام بتسييد قيمة الكفالة لصالح الوزارة أو المستفيد تمام كم كانت قيمة التأمين 50 الف هل البنك سيروح أول شيء سيروح يدفع 70 الف للمستفيد سيقول من حساب الجهة المستفيدة 70 الف من حساب الجهة المستفيدة إلى حساب الخزينة يفترض هيك وبعدين أنا سيروح البنك سيروح إلى تأمين تبع العميل سيأخذه وحيأخذ كمان من حساب العميل 50% إذن في عين التأمين 35 الف سيأخذ كمان 35 الف من حساب جاري العميل سنقول من حساب التأمينات النقدية آسف 35 الف من حساب التأمينات النقدية 25 الف من حساب جاري العميل إلى حساب المستفيد ثم إلغاء القيد النظامي من حساب تعهدات البنك مقابل خطبات الضمان إلى حساب تعهدات العملاء مقابل خطبات الضمان أربعة أربعين تسعين ألف كفالة انتهت وتمت بقعة تجديد هنا في التجديد قلنا يا شباب أن أنا ما بلغي القيد النظامي ولكن بقوم بحصول على عمولة وبصدر كفالة ورقية جديدة إلى إلى الجهة المستفيدة كويس وحطلب من العميل يعطيني عمولة جديدة قيمة العمولة تسعين ألف ضرب أربع على اطنعش ضرب اثنين على مية حيطة ستمية من حسابة التجارية إلى حساب عموله التمديد الكفالات آخر شيء التمديد الثاني طلب العميل خالد من الباك اصدار كفالة لمصلحة دائرة حكومية بقيمة مئة ألف طبعا قبل ما نصدر بدي أخذ من العميل عمولته وقيمة التأمينات النقدية قيمة التأمين هنا ستين ألف عمولة تنحسب فحنا بعديه حصدر خطاب الضمان من حساب تعودات الباك مقابل الكفالات إلى حساب تعودات العملاء مقابل الكفالات وحاخذ من العميل قيمة التأمين إغطاء النقد وقيمة العمولة تأمين ستين ألف عمولة خمسمية إذن حصدر من حساب جالي العميل ستين ألف وخمسمية هذا الجزء الأول الجزء الثاني وقام العميل بتنفيذ الجزء للالتزام الوارد بالكفالة يعني ما الجزء يعني منفزش كل شيء طبعا طالما أنه منفزش كل شيء يعني يترتب على ذلك خسائر أو خسائر لحقت بالمستفيد ويطلب المستفيد من البنك تعويضه بقيمة الخسائر حيث تمت مطالبة البنك بـ 30% من قيمة الكفالة كم قيمة الكفالة ؟ 100 ألف هنأخذ هنأخذ منه 30% وين هنروحه؟ هنروحه على حساب الجهة المستفيدة فأول شيء البنك هنقول 30% من 100 ألف إذا 30 ألف من حساب من حساب الجهة المستفيدة إلى حساب الخزينة وبعدين هنقوم طبعا هنا في قيد ما عملته مش عاملو كاين هنقول من حساب الجهة المستفيدة إلى حساب الخزينة 30 ألف 30 ألف اكتبوه يا شباب وبعدين هنروح أنا كان في عندي تأمين عندي تأمين 60 ألف هنقول من حساب من حساب التأمينات النقدية 60 ألف طبعا 60 ألف كتير فحيروح منهم 30 ألف للمستفيد والباقي هنرجحهم في حساب جاري العميل إذا 60 ألف من حساب التأمينات النقدية إلى حساب أسكورين 30 ألف إلى حساب المستفيد و30 ألف إلى حساب حسابات جارية العميل ثم إلغاء القياد النظامي لعدم الحاجة إليه وانتهت المسألة ودمتم بعته الله